وصل وقع في طابة وقع في طابة أحد فنادق طابة في مجموعة من المتهمين الإسرائيليين اللي بين قوسين عرب 48 ما عرب 48 دول إسرائيليين ما دون جسد إسرائيلية يعني اتخنقوا مع عمال فندق مش عايزين يدفعوا الحساب بلطجية يعني بلطجة في كل حتة يعني إسرائيلنا عادة كده وتم الاعتداء على العمال المصريين أصيب ثلاثة منهم وتم اتخاذ على طوق وأصيب ثلاثة كمان من الإسرائيليين نيابة العامة لأنه اتخذت اجراءات سريعة نيابة العامة تأمر بحبس نيابة العامة نيابة العامة تلقت الجمعة الماضي ثلاثين من شهر أغسطس اختار بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة أطابة بين المتهمين أو المتهمين إسرائيليين إسرائيليين الجنسية وسلاسة من العاملين بالفندق على قيام المتهمين باستعراض القوة لهم الإسرائيليين واستخدام العنف ضد المجني عليهم من العمال طبعا المصريين والتعدى عليهم بالضرب مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتوىات بالفندق بشرة نيابة العامة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفى سؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات والتي سبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين الكسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية كما استمعت لشهود الواقعة وطلعت المقاطع التي صورت ملابسات الاعتداء على العاملين بالفندق وارفقت تحريات الشرطة التي أصفرتها عن صحة ارتكاب المتهمين للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق وذلك إثر خلاف على حقيتهما وزويهما وفق نظم نظام الإقامة في تناول المشروبات الكحولية يعني عايزين ياخدوا حاجات كده وخلاص يعني من غير ما يحسبوا عليها أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطين لهم المتهمين الإسرائيليين طبعا بعد استوجابتهم استوجابتهم واجهت إليهم ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الزعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف وجاري استكمال التحقيقات إذن تم حبس اتنين من المتهمين الإسرائيليين الذين قاموا بالاعتداء على سلاسة من العاملين المصريين بفندق بمدينة طابة واصابت سلاسة من العاملين واستعراضهما للقوة وإتلاف بعض محتويات الفندق إذن تحقيقات النيابة العامة تنتهي ولسه النيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها أيضا في هذه الواقعة التي حدست في مدينة طابة أو الإمبارة